اشتركوا في القناة شديدة الحساسية لكن قبل ان ابدأ ذلك استدركوا على نفسي واشكر ادارة المعرض على توفير هذه الفرصة للحديث عن موضوع اللغة العربية كما اشكر القائمين على تنظيم هذه الندوة وعلى رأسهم الدكتور احمد السعدي الذي وثق باخيه الصغير قدرا طبعا جهاد عدلة لادارة هذه الندوة نعود الحديث عن موضوع اللغة العربية انا اريد ان اختصر اختصارا شديدا اللغة العربية هي ليست وظيفة ومسؤولية الدكتور احمد السعدي والدكتور احمد الصوان ولا كذلك مسؤولية اخينا الحبيب الدكتور جمال وهو من تركيا الغالية وليست مسؤولية شعرائنا الافاضل فقط اللغة العربية هي قضية هوية ليست فقط للعرب وانما لامة تبلغ ملياري انسان امة المسلمين لا تقبل صلاة بدونها ولا يصح توجه والتجاء الى الله وعلم شرعي يعرف به الله الا من خلال هذه اللغة لذلك هي مسؤوليتنا جميعا فمن هذا المنطلق من عامل النظافة الى رئيس الدولة مسؤوليتهم الحفاظ على اللغة العربية ولسان العرب ليس فقط العرب اقول وانما كل انسان يدين بلا اله الا الله هذه مسؤولية الجميع لانها تجمعنا ولا تفرقنا فلذلك نحن اليوم نتحدث يعني بعد محاضرة وكلمات اساتذتنا الافاضل يظن يحسن الظن بالحضور الكريم بان يكون لديهم قدر من التفاعل يعبر عن هواجسهم واهتماماتهم وتفكيرهم حدسهم بما يتعلق بمستقبل لساننا لان الامم المتحضرة الحفاظ على اللسان مقياس من مقاييس ترقي الامم رقيها وتمدنها وتحضرها يعني مثلا البريطانيون حتى الان لا يتكلمون الا بالعربية الفصيحة شقيقي ذهب الى المانيا منذ 15 عاما بقي اربعة ايام لم يجد من يحدثه الانجليزية بالرغم من انهم يجيدونها لماذا لان الموضوع الان اليوم صراح حضاري صراح هويات صراح ثقافات يريدون ان يحافظوا على هويتهم وثقافتهم الا اللغة العربية فيما يتعلق بالعالم الاسلامي ينبغي لكل مسلم ان يدرك هذه اللغة حتى يعرف بماذا يخاطب ربه ما الذي يقوله في صلاته لن اطيل في هذه الندوة سيتحدث الحديث ليس لطبعا الاساتذة الافاضل سيتحدثون عن موضوع مهم عبر ثلاثة متحدثين وشاعرين المتحدثون هم الدكتور احمد السعدي سيتحدث عن قضايا متعلقة بخصوصية اللغة العربية بانها لغة القرآن هذا المحور العام وسيتحدث الدكتور احمد الصوان لماذا ضعفت اللغة العربية وكيف يمكن تعميمها على ألسنة أبنائنا فيما سيتطرق الدكتور جمال إلى قضية استعمال الأدب أو القصة الأدبية في تشريب لسان العرب إلى الناشئين وهذه قضية مهمة جدا أشكر الدكتور جمال على طرحها فيما سيتحفنا ويتحف آذاننا شاعراني إن شاء الله ماتينان الأستاذ مناف بعاج والأستاذ محمود الطويل أترك الكريمة للدكتور أحمد السعدي فليتفضل نشكورا إن شاء الله على رسول الله أما بعد أخواننا الأكارم كما أن لكل إنسان هوية بها يكون وبها يشعر بوجوده كذلك لكل أمة هوية بها تكون وبها تشعر بوجودها هناك خلاف كبير بين الباحثين في عناصر الهوية إلا أن ما أجمع عليه الباحثون عنصران أساسيان لكل هوية من هويات الأمم اللغة والدين خصوصية العربية تأتي في أنها تجمع الأمرين معا فهي لغة كل من نطق بالضاد وهي لغة دين الإسلام وبالتالي فإن المجتمعات العربية سواء من كان منها من العرب أو من نطق باللغة العربية أو من كان منها مسلما أو لم يكن مسلما ولكن ثقافته عربية كل أولئك اللسان العربي أساسي في هويتهم بناء عليه لا تقوم الأمة إلا بهذه الهوية لو أننا شخصا خرج إلى الدنيا وهو يبحث من أمي ومن أبي ومن أين أنا وإلى أين كم تكون نفسه قلقة كذلك الأمم حينما لا تحدد هويتها ولا تنطلق منها تضيع كما يضيع الأفراد حينما لا تعرف هويتهم هذه الأهمية الكبرى للغة العربية كان من المفترض أن تنعكس على لغة العرب وتصرفاتهم وكتاباتهم وإعلامهم لكن الواقع ليس كذلك ربما يسأل أحد ما السبب قبل أن أذكر بعض الأسباب التي أودت إلى ما نحن عليه من عدم إيقاع اللغة العربية موقعها في حياتنا أود أن أذكر شيئا مهما إلى جانب أن اللغة العربية هي جزء من الهوية العربية أريد أن أذكر شيئا مهما وهو أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن اللغة تؤثر في التفكير والعقل والخلق والدين بمعنى أن الإنسان حينما يفكر إنما يفكر بوساطة اللغة يعني أنا حينما أريد أن أدير في ذهني فكرة ما كيف أستطيع أن أفكر كنت مع بعض طلابنا منذ مدة من غير العرب الذين يتكلمون اللغة العربية وسألتهم هم متقنون للعربية بماذا تفكرون هنا حضرني جانب من لنقول تطرف في الرأي ظهر في عصر الحداثة في إعلاء شأن اللغة حتى جعلوا التفكير هو اللغة واللغة هي التفكير بمعنى أنه لا يوجد شيء خارج اللغة لكن هذا فيه نوع تطرف إلا أنه يشير إلى أصل أهمية اللغة وأنها عنصر أساسي في التفكير ولذلك حينما نتحدث نحن عن فلسفة حاكمة أو ما يسمى بالبرادايم يعني الآن نحن نقول كل أمة من الأمم تفكر بأسلوب جزء مؤثر جدا في أسلوب تفكير الأمة هو تركيبة لغتها وهذا ثابت بلا شك وأنت تجد العرب ناجحين في جوانب علمية تخدمها لغتهم ولا يبرزون في جوانب أخرى يتعلق ذلك بطبيعة لغتهم فإذن اللغة هوية واللغة أساس في التفكير إذا كان الأمر كذلك وبهذه الخطورة لماذا حال اللغة العربية ليس على ما يرام الحقيقة هناك أسباب كثيرة منها أن ما أشار إليه ابن خلدون من أن كل أمة مغلوبة تحاول أن تقلد الغالب وبالتالي بعضنا يفخر أن ابنه يتقن كذا وكذا من اللغات الأجنبية دون أن يعتني بلغته الأم التي بها تتشكل هويته وما ذلك إلا انهزام حضاري أمام الحضارات الأخرى من أسباب هذا الذي نحن عليه ما حصل من هجرة كما أشار أخي الأستاذ جهاد وهو حينما قال أصغر قدرا ما أراد أن ينسب لنفسه كبر السن ما شاء الله هو أكبر قدرا وسنا فالذي أريد أن أقوله أن هذا الانهزام الحضاري الذي نعانيه ينبغي أن نراجع أنفسنا بشأنه لأننا في الحقيقة إذا لم نتقن لغتنا لن نتقن لغات الآخرين اليوم أنا أقول لولدي الحمد لله أنت أتقنت التركية غدا أريدك أن تترجم لي إذا لم تتقن العربية كيف ستحسن أن تترجم ما أقوله إلى التركية كذلك الإنجليزية كذلك امتلاك شبابنا للغتهم قوة لهم في مجتمعهم وقوة لهم أمام الآخرين هذه الأهمية التي لا ندركها لانهزامنا الحضاري هو الذي سبب لنا هذا الواقع الذي نراه أمامنا أمر آخر أشار إليه الأستاذ جهاد وهو قضية الهجرة حينما حصل ما حصل في البلاد العربية وهاجرت الناس وكان نصيب السوريين يعني نصيب الأسد من الهجرة إلى تركيا وحدها أظن تجاوز العدد خمس مليون الذين جاءوا سواء استقروا أو خرجوا نصيب الأوفر فللأسف جئنا إلى هذه البلاد ونحمل معنا أمانينا وأولادنا ومستقبلنا ولكن الظروف وبغض النظر لأن الوقت لا يتسع للتفصيل أوجدتنا أمام مشهد رأيته بعيني دخلت إلى صديق من أصدقائي محبي العربية والذين يناضلون عنها ليل نهار وجلست إلى جانبه وكان يضع قناة إخبارية ابنه شاب يعني اقترب من الجامعة في ذلك الوقت الآن ربما تخرج من الجامعة جلس أمامنا وخرج الشريط الأخباري فأراد أن يقرأ الخبر غيثما هجأ الكريبتين الأوليين كان الشريط قد مشى هذا الرجل الذي يحب العربية ويعشقها ويناضل عنها ابنه لا يحسن أن يقرأ سطرا منها هذا الحال انظروا إلى الذين ذهبوا إلى أوروبا ربما الذين في تركيا هم أفضل حالا إلى حد ما أقل سؤال أما في أوروبا أول الذي حصل الناس حينما ذهبت إلى أوروبا هي مشغول بالها بإتقان أولادها للغات الأقوام الذين ذهبوا إليهم لكي يستطيعوا أن يندمجوا ويدوسوا في الجامعة الذي حصل أن أولادهم أتقنوا هذه اللغة بأشعر ولكن صاروا حينما يريدون أن يتكلموا بالعربية يجدون ثقلا في لسانهم فأشعر الأهل بهذه المصيبة كانوا يفرحون بأن أولادهم أصبحوا يتكلمون اللغات الأجنبية ولكنهم حينما رأوا أولادهم لا يكادون يفهمون عليهم وهم يتحدثون مهم بالعربية أدركوا مدى الخطورة التي سيقدم عليها أولادهم هذا الحال أيها الإخوة ينبغي له تضافر الجهود ينبغي له بذل الجهود لكي نحفظ الجيل العربية القادم من هذه الحال التي نحن فيها أضرب مثالا هنا عندنا في تركيا حتى نكون واقعيين ونحن في هذه الأرض في أوروبا نحن على اتصال بعدد من المنظمات عندهم ما يسمى بمدارس السبت والأحد يستغلها أبناء الجالية العربية في تدريس العربية لأبنائهم لماذا لا يشيع هذا هنا في التركيا؟ لماذا لا تتصدر يعني مراكز في الحقيقة المراكز والأفكار موجودة؟ المشكلة هي في إدراك الناس لأهمية تعليم أولادهم أيها الإخوة اليوم نحن مهددون أصلا بالخروج من هذه البلاد قليل شعروا بالاستقار ونحن لا نشعر بالاستقار إلا في أوطاننا اليوم حينما يرجع أولادنا إلى أوطاننا وهم لا يستطيعون أن يفكوا حرفا ما مصيرهم هذه غير الناحية التي ذكرتها وهي ارتباط لغتنا العربية بالدين كم واجبنا نحن تجاه استدراك هذا الجيل من أن ينصهر في المجتمعات التي ذهب إليها لماذا لا ننشط مدارس السبت والأحد في مجتمعنا؟ نرسل أولادنا إلى مراكز تعليم العربية لكي يتعلموا المهارات الأكاديمية هم يتكلمون العربية بألسنتهم ولكنهم لا يستطيعون القراءة جيدا ولا الكتابة جيدا بل نحن نطمح إلى أكثر من ذلك نحن نطمح إلى أن يفهموا لغة آبائهم وأجدادهم في الأدب والرواية والقصة والشعر حتى أولئك الذين يربون أولادهم على العربية أنا أضع المثال به أولادي بفضل الله يقرؤون ويكتبون العربية وبعضهم ولد في تركيا ولكنهم لو قلت لهم أتقاء كتابا بالتركية أم تقاءه بالعربية لاستسهل أن يقاء بالتركية لأنها اللغة التي درس بها ومشى فيها في المدارس واجبنا أيها الإخوة هذه اللغة لغة أبنائنا أمانة في أعناقنا كل واحد منا نتواصى جميعا أن نعيد لأبنائنا هذه اللغة أن لا نستغني بلغة الأقوام الذين نجلسوا فيما بينهم لا أريد أن أطفل عليكم وأريد أن ألتزم بالوقت وقبل قليل قال الأستاذ جهاد سيف مسلط الوقت يعني سيف مسلط على رقاب المتكلمين أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن ينفعكم وأن تعود لغتنا إلى مجدها وأن نعود إلى لغتنا والسلام عليكم ورحمة الله جزا الله دكتور أحمد على التزامه بالوقت وعلى هذه المشاركة الضافية نقاط دقيقة وحساسة أضاء عليها أنا أريد أن أعلق تعليق بسيط قبل أن أقول الكلمة إلى ديوان العرب شعرنا مناف بعاج يقول نعوم تشومسكي ولمن لا يعرف نعوم تشومسكي هو أحد كبار وأفذاذ علم اللسانيات في العالم هو يهودي أمريكي سأله المذيع عن موضوع اللغة العربية في إحدى اللقاءات قال أنا الخطأ الأكبر في حياتي أنني لم أتعلم جيداً انظروا إلى الكلام جيداً الخطأ الأكبر في حياتي أنني لم أتعلم اللغة العربية كيف يعني لم يتعلم اللغة العربية؟ هو تعلمها هو كان يقرأ الكتب بها لكنه لم يتعلمها التعلم الذي يساعده على إدراك الكون يعني هو يقول بأنني أنا أعاني مشكلة في فهم هذا الكون الذي نعيش فيه بسبب نقصي في تعلم اللغة العربية ماذا يستنتج من هذا الكلام؟ من ضمن ما يستنتج أن اللسان ليس فقط أداة تواصل هذه أقل الوظائف بالنسبة لللسان اللسان هو أداة للتفكير يعني العربي يرى العالم ويرى الدنيا ويرى الكون بمنظار يختلف عن الياباني بسبب اللسان والعربية هي عبقرية العرب لسان العرب هو عبقرية العرب التي لم يجاربها أبدا الحديث الآن لديوان العرب مع شاعرنا الأستاذ مناف فضل أستاذ مناف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا بما أن الكلام عن اللغة العربية فسأبدأ بقصيدة فيها بعض مصطلحات العربية يعني طفل يتساءل فيقول من أين أبدأ قصتي وأقول والكل عن مأساتنا مشغول جوح الكرامة ليس يؤذي أمة إحساسها بهوانها مشلول عبثا أنادي أهلنا فضميرهم متبلد وشعورهم مقتول باسم الرياضة كم نناصر بعضنا وبسيفها في العالمين نصول وإذا دعا داعي الجهاد رأيتنا موتا وحرف إبائنا معلول لا فاعل من أمة يرثي لنا فالكل في أرجائها مفعول والكل مكسور يجر برجله نحو الهوان وبالخنى مشمول إلا الذين تدرعوا بسيوفهم سيف الكرامة منهم مسلول وضميرهم حي وليس بغائب فبهم سيرفع شأننا المرذول القصيدة الثانية هي من شعب التفعيلة عندما صرنا نشاهد هذا المثلث الأحمر الذي يعقبه ما يفرح القلوب يعني قلت هذا لو كان نزال قباني حيا وشاهد المثلث قبل العمليات في غزة الحرة لا أعاد صياغة قصيدته هل عندك شك فلو أن نزال قباني هذا المثلث فقال هل عندك شك أنك قد صرت الأجمل بين الأشكال أو أن ظهورك قد أضحى كم يبعث في النفس الآمال هل عندك شك أنك قد حببت لنفسي أن أدرس أن أقرأ جبرا هندسة وأراك لقومي كم تحرس أن أسرد في وصفك شعرا أن أقرأ في مدحك نثرا أن أرسم وجها مفتخرا ولثاما أحمر منتصرا يا قمر يطلع كل مساء من فوق الدبابات يا شبه مثلث برمودا في إغراق العربات يا بركة غصن الزيتون يزأر بقذيفة ياسيني بثلاثة أضلاع لكن توحيدك قد زاد يقيني أحييت اليوم قضيتنا وبعثت جنود فلسطيني يا أجمل قمر في الدنيا يا قلب الحب المكنوني هل عندك شك أنك قد ذكرت الناسين جهادا ذكرت القوم وقائعهم ذكرت الأمة أمجادا هل عندك شك أنك قد مرغت كرامات يهودي أبديت بطولات كبرى هزئت بقواعد تلمودي يا قمر يطلع كل مساء من فوق الدبابات يا شبه مثلث برمودا في إغراق العربات هل عندك شك أنك قد أيقظت نفوسا وعقولا وفضحت أناسا قد قبضوا ثمنا لسكوت بترولا هل عندك شك أنك قد أفسدت على القوم التطبيع أوقفت عليهم ما صنعوا للأمة من وحل التضييع يا قمر يطلع كل مساء من فوق الدبابات يا شبه مثلث برمودا في إغراق العربات يا بركة غصن الزيتون يزأر بقذيفة يا سيني بثلاثة أضلاع لكن توحيدك قد زاد يقيني أحييت اليوم قضيتنا وبعثت جنود فلسطيني يا أجمل قمر في الدنيا يا قلب الحب المكنوني والسلام عليكم صراحة أنساني ما كنت قد زورت في ذهني من القول يعني لأن العبارة قوية والحديث ساخن الجرح ساخن في غزة الآن يتحدث معنا أو يتحدث لكم الدكتور أحمد محمد صوان الدكتور أحمد سيحديثنا اليوم عن موضوع عملي واقعي نعيشه وربما يعني آثاره الآن حاضرة في هذه الألقاعة العربية وجيل اليوم ما سبب ضعف أبنائنا في لسان العرب أو في اللغة العربية ثم كيف يمكن الوصول إلى إشاعة العربية الفصيحة على لسان أبنائنا أترك الحديث للدكتور أحمد صوان تفضل دكتور مرحبا بكم أيها الحضور الكريم وشكرا من القلب لحضوركم وأكيد تشعرون بالهم ولعلنا نسمع فكرة تنجي أسرتنا من ضياعها وتقربها إلى العربية ما أقوله وما قاله أخي الحبيب الدكتور أحمد السادي يعني خرج من مشكات واحدة لماذا ضاعت العربية جملة من ألسنة أبنائها حتى بدنا نعجب إذا رأينا متحدثا سليم اللغة والأصل أن نتعجب ممن يخطئ القضية قديمة ولن أبتعد أكثر من عصر النهضة يعني يمكن أن أعود سريعا إلى عصر النهضة أو ما يسمى بعصر النهضة حيث أبتلينا بالاحتلال الغربي وموضوع البعثات تذكرون فالتوجه العام صار نحو الغربي والمحمود هو من يأخذ عن الغربي وكلما انقطعت عن تراثك صرت محمودا أكثر صار عندنا نوعان من المدارس المدارس الدينية وهي يعني للفقراء والضعفاء ولمناصب محددة وهناك المدارس الأجنبية العسكرية وهي أمامها مستقبل كبير هذه البدعة استمرت إلى يومنا هذا إلى اليوم معظم الآباء عيونهم على اللغة الإنجليزية بالإجمال لأنها لغة المستقبل ولن نحارب لغة يعني هي لسان العلمي لن نحاربها لكن هذا لا يمنع من العناية بلغتنا حديثنا نحن عن تقصير أهل العربية بعربيتهم هذا هو الذي نريد أن نصل إليه اليوم اليوم قل ما نجد طفلا صغيرا يحسن القراءة والكتابة أو إذا حاورناه استطاع أن يتواصل بالفصحة كما يتواصل بالعامية السبب البيت والمدرسة طبعا والدولة يعني نظام الدولة عموما إذا بدأنا بالبيت فالبيت لا يعرف العربية والأب جاهن بها عموما والأم كذلك فلن يتأتى لكليهما أن يشيعا حب العربية والاهتمام بالعربية على أرسنة أبنائهما ففاقد الشيء لا يعطيه غالبا لكن هل يستسلم؟ لا يمكن أن يفعلها شيئا يعني أن يبادرها بما يستطيعان يتواصلان مع مؤسسة أن يتابعا البرامج الجيدة ليحفظا لأولادهم الحد الأدنى من السماع والسماع مهم جدا أنا عندي ثقة أن أولادنا يعرفون من الفصحة أكثر مما يتحدثون فهذا إذن نهتم به وهذا يمكن أن نمثل له بما صنعته قناة سبيستون وقد عملت بها سنوات كثيرة الناس لا يهتمون بالفصحة لكننا نريد أن نسمع بعض الجمل الفصحة على أرسنة أطفالنا وهم يلعبون وهم يتحدثون إذن انتقلنا إلى المدرسة وهي المعنية بإكساب أولادنا الفصحة المدرسة لكنها لا تقوم بهذا الواجب لدينا المدرس ولدينا المنهج وفي كليهما مشكلة كبيرة والمجال لا يتسع كما قال الأستاذ لدينا عشر دقائق بقية خمسة خمسة أرجو أن تذكرني قبل دقيقة فالمنهج رتيب يركز على القواعد فيه مشكلات كثيرة بالنصوص والقواعد يعني أغرقنا المنهج بالقواعد ونحن نريد نحن لسنا ضد القواعد لكن القواعد صارت اليوم غاية ونحن القواعد عندنا وسيلة فلو استقام لساننا بغير قواعد فلا نحتاج إليها كمن يتقن التلاوة ولا يعرف أحكام التجويد فما الضير بذلك نترك إتقان القواعد مثلا للمرحلة الجامعية لكن على الأقل ينبغي أن نخفف من دروس القواعد تخفيفا كثيرا وأن نزيد من دروس المحادثة والمطالعة فإذا رغب الطالب بالقراءة سهلا ما بعد ذلك يعني نحببه بالقراءة نذكر له النصوص الجميلة وبالحفظ المناسب والتكرار التكرار هو يشعر أن لديه زوادة يمكن أن يبني عليها الحوار فيما بعد إذن المنهج يحتاج إلى تعديلات كثيرة والمشكلة الكبرى هي في المدرس المنهج مهما كان ضعيفا أو فيه مشكلات المدرس المؤهل علميا وتربويا يمكنه أن يحذف بحثا وأن يقدم وأن يؤخر وأن يتصرف لكن المدرس لضعفه يلتزم هذا المقرر والمقرر يعني هو فقط صوا على الطريق وليس غاية أيضا إذن المشكلة عندنا في المدرس الآن لو ضربت لكم مثالا عندنا في المناطق المحررة في الداخل السوري معظم الأساتذة من حملة الثانوية فقط فكيف سيكون طلابهم إذا كان حامل الإجازة غير مؤهل للتدريس لأن المعلومة شيء ولأن طريقة يصال المعلومة شيء آخر هذه مهمة جدا طيب أختم بموضوع الدولة الدولة لو نظرنا إلى أنا نظرت في بعض الأنظمة الوزارية والمنطلقات النظرية ماذا تريد الوزارات المعنية باللغة في الدول العربية كلامها جميل جدا كلها تريد تمكين العربية على ألسنة أبنائها نطقا وكتابة لكن المخرجة لا يتحقق أبدا أختم ما الحل إذن نريد أن تشيع الفصحة على ألسنة أبنائنا كيف أن نحدثهم بالفصحة أن نحدثهم بالفصحة أسهل طريق والله شرقنا وغربنا وفعلنا دورات كثيرة وبعضنا يخطئ يزيد من دروس القواعد يعني مهما زدت من دروس القواعد لن يستقيم اللسان بالعكس هذا ينفر الجيل هذا الجيل يحتاج إلى مشاركة إلى محادثة أكسبه المحادثة أسمعه المحادثة وعندنا نماذج يعني أنا بدأت بتجبت أستاذنا الدكتور عبدالله الدنان رحمه الله قبل سنوات والأستاذ أيمن ذو الغنى والأستاذ مروان خالد وأخونا الأستاذ الأستاذ جهاد هناك نماذج ممن يعني مارس الفصحة مع أولاده ووجد ثمراتها بل الغرب وجد هناك باحثة أمريكية جيل كذا نسيت اسمها جاءت إلى مجالسة الدكتور الدنان في حرسة وتابعت طلابه الذين درسهم من الروضة فقط هو فقط يدرسهم بالفصحة يدرسهم بالفصحة ذهبت إلى المجالس الابتدائية ووجدت أن من درس عنده كان أعلى من أقرانه في المجالس التي ذهب إليها وما عندنا شك في ذلك لذلك الذي نريده أن تشيع الفصحة على أجسنة أبنائنا لو فكرنا في هذه المسألة القضية قضية دول لكن طيب الدول لا تعمل وبعضها تنظيره جميل عندنا في سوريا كما تعلمون حافظ الأسد المقبور وولده نعم يقولون كلاما عن نصة العربية لكن الحقيقة هي ضد ذلك يعني الكلام المكتوب هو يدعم العربية أما الواقع فهو مختلف جدا لا نعاول كثيرا لكن أيضا نريد أن لا نيأس نبدأ من مثل هذه المحاضرات وهناك تجارب يسيرة كما قال أخي الدكتور أحمد مثلا بعض البرامج مساء ساعة أو نعتني بموضوع السبت والأحد كما يفعلون في أوروبا فمن المحزن أن يكون أولادنا بعد عقد أو عقدين وهو يقول بدأوا من الآن أن يتعلموا العربية كما يتعلمها الناطقون بغيرها هذه مشكلة كبيرة ولدي الآن أن يتعلم العربية كما يتعلمها التركي الأتراك زادوا شخصا إذا تعلموا لدي التركية الأتراك زادوا شخصا هذا عادي أما إن بقيت عربيته قوية وتعلمت تركية فهذا غنى للعربية والتركية أيضا أقول هذا والسلام عليكم ورحمة الله أنا أثني على ضيوف اليوم ما شاء الله ملتزمون بالوقت وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى محمود الطويل شاعر سوري منعه نظام الأسد نهاية عام 2009 من إلقاء الشعر بعد قصيدتين سياسيتين ألقاهما في المركز الثقافي العربي بالمزة تفضل أستاذ محمود عادة عندما أقف بين الناس يراودني سؤال درويش الكبير من أنا لأقول لكم ما أقول لكم ولكن اليوم السؤال أصعب في عام 2005 كنت طالبة ثانوية بين يدي الدكتور أحمد السعدي كنت أتفقه بين يديه على الشعر واللغة واليوم طلب إلي أن أقرأ شعرا فما أحسنت فمن الله ومنه وما قصرت فمن نفسي هذا نص كتبته عام 2008 وستعرفون أسباب ذكر التواريخ الآن انتظار ثقيل الظل أعانق الليلة لا نجما ولا قمرا فيستوي البعد ما قصدا وما قدرا وأطعم الغيب من نبضي مخافة أن يجف طيني ولم أحمل له مطرا يمر دهر كنهر سال من زمن ما دلني أنه إلا بمن حدرا لم أنتبه أين أشواقي وذاكرتي أين الحكاية ومن أبقى ومن عبر أجلت كل ديوني للحياة فهل يا إخوة الدين قد نال الذي صبر يا غيب أين قروض الناس من أمل كم فات موعدنا ونقول ها سنرى ما للغياب كأن الله أوعده بأن يطيل له من عمري العمرى إن انتظرت كأم طالما انتظرت عود ابنها من حروب الكون منتصرا وحين بيض ثلج العمر سالفها صلت عسى يرجعوه فاز أو خسر تبقي له الباب مفتوحا إذا دخلت لعل مفتاحه من حزنه انكسر جنت تقول بنات الحي أو خرفت ما أنجبت هذه أنثى ولا ذكرت حبل بأصواتنا تخشى المخاض حبل بأصواتنا تخشى المخاض ولا تهز نخلتها فساقطت حذرا هذا انتظار ثقيل الظل يجعلنا نظن أنفسنا من عجزنا حجرا إلى الصليب تنادى الناس فارتفعوا نحو الغياب وكان الظل منتظرا سيرة ناقصة للغائبين وضوحا كنت والدنيا توارب تشرق في احتمالات المغارب كأنك أنت بحار وبحر وأيضا أنت مجداف وقارب كأنك من يحارب كل شيء وتكره كل من يدعى محارب بلا رحم ولدت بلا بلاد مشيمتك المنافي والمطالب كشح هذين وجهك لست تدري أمن غضب ولدت ولست غاضب أمن نزق الجياع صراخ أم أمن تبغي الهموم وعجز كاتب ولم يرضعك ثدي بل سجون تناغيك المصاعب بالمصائب وكم قبرا حفرت وأنت تحبو هرمت وما نمى لك ربع شارب رسمت خطاك والأيام تمحو تحاول أن تعود وأنت ذاهب فتشتبه النهاية ذات بدء وتختلط الخطى في كل جانب لأنك لم تكن إلاك تمشي بلا أرض ولم يجذبك جاذب لأنك لم تكن إلاك تبقى على قيد المسافة دون صاحب خزانتهم بلاد وضبوها وأنت توضب المنفى حقائب حملت صداكا كالأنقاض دمع على العتبات حين يحن عاتب فلا هوس بشيء ما خفي ولا من حضرة الأشياء هارب تجربك الحقيقة كن نبيا فبعض الوحي من رب التجارب تجاعيد تلم ضياع وجه تجاعيد تلم ضياع وجه ترى الغمازتين لها أقارب ومن عطش ضننت الحزن غيما فيمطر حزن من ظلم عقارب تغالب جوع جرح زم خوفا تقول لك الدماء الجرح غالب مددت يديك خارج كل معنى لتعبث باحتمالات القوالب وترمي النرد من صفر لصفر كلا حظيك في الأرقام سالب لعلك تستريح على صليب تسلم ضحكتيك لأي صالب فكم رسموا عيونك كي تراهم وكم رفعوا على عينيك حاجب ومما روضوك خلعت ظهرا لألا تطمئن لأي راكب لأنك مستفز كالخطايا كرعشة مذنب في ثغر تائب فلم تعكسك مرآة التمني ولم تلأ الحضور وأنت غائب الآن لدينا فارس تركي اعتلى صهوة الوعي فأراد أن ينافح عن أمته من ثغرها العربي من لسان العرب يريد أن يتحدث عن أهمية إشاعة العربية الفصيحة انطلاقا من الأدب وتحديدا القصص الحديث للدكتور جمال تفضل دكتور أنا قلت أقتنص الفرصة بوجود الأساتذاء الأدباء وبطبيعة عملي في الجامعة فمباشرة أقول نحن بحاجة ماسة جدا خاصة في تعليم غير الناطقين إلى القصص الأدبية في تعليم العربية للناشئين ويعني أضع خط تحت الأدبية وأركز على موضوع الناشئين تعليم الناشئين لماذا؟ يعني قد تقولون هناك قصص كثيرة نعم القصص كثيرة موجهة للأطفال ولكن في تعليم الناشئين كما تعلمون طلاب الجامعات كليات الإلهيات طلاب كليات الدراسات الإسلامية طلاب كليات الآداب أقسام اللغة العربية الآن فتحت أقسام جديدة ترجمة قسمة أقسام الترجمة نعم كل هؤلاء يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الطلاب يحتاجون بحاجة إلى قصص أدبية تجذبهم القصص الموجهة نحو الأطفال نحن قد ننصح طلابنا بقراءة قصص الأطفال ولكن لا تجذبهم بل تنفرهم صورها يعني الموضوعات البسيطة التي تعالجها إنما نحن نحتاج خاصة هنا يأتي دور الأدباء نحتاج إلى تأليف قصص ذات موضوعات جذابة تخاطب الناشئين عقولهم ومشاعرهم طبعا هنا هنا بعد التأليف ممكن أيضا الاستفادة من التراث التراث العربي مليء بالقصص والأخبار أنا أخص هنا الأخبار والقصص ونحتاج أيضا في التأليف لو ألف أحد الأدباء بهدف التعليم لو أدرج أبيات من الأشعار يعني بيت بيتين إلى القصة التعليمية لماذا؟ كي يتعلم الطالب لغة الشعر يعني ببيت أو بيتين فماذا يكون يتعود بذلك على لغة الشعر يتعلم لغة الشعر إما أن تكون قصة تعليمية فيها أبيات أو قصة مبسطة من قصص التراث وكذلك ممكن استخدام الأمثال والأمثال كما تعلمون لا تقل أهمية عن الشعر سواء بصفتها نصوص أدبية أو هي أيضا دارجة وهي أيضا يستشهد بها في اللغة ولكن كأنها تلقى بشيء من الإهمال فلو تدرج في القصص هذه أيضا تكون مفيدة جدا وتعلمون الأمثال كتب الأمثال يعني الأمثال فيها قصص وملئة كتب الأمثال بهذه لو يتناول الأساتذة الأدباء هذه القصص وهذه الكتب ثرية جدا ولو تبصت بشكل بسيط بحيث يكون هدف القصة التعليم تكون قصة تعليمية بإعادة الصياغة وهذا يحتاج طبعا إلى أقلام وإلى الأدباء نقطة أخرى لا أريد أن أطيل لنا الوقت صلاة الوغرب أيضا يداهمنا الوقت التدرج في القصص كما تعلمون الغربيون يستخدمون خاصة في الإنجليزية يستخدمون المستويات يعني يؤلفون القصص بما يوافق مستويات عندهم أربع مستويات بعضهم يجعلها ست مستويات بحيث مثلا كل مستوى يكون فيه مثلا 250 كلمة أو 500 كلمة فيؤلف القصة أو تبصت القصة بهذه الكلمات فيجعل مثلا معاجم صغيرة بحيث الطالب عندما يتجاوز كل مستوى تجتمع لديه حصيلة طيبة من المفردات بعد القصة يعني في الكتاب لو تصورنا الكتاب فيه قصة مبسطة بمستوى معين في نهاية كل قصة لو يكون هناك جزء لشرح الكلمات المرادفات بالمرادفات والأضطات كيف؟ يعني شرح الكلمات خاصة الغريب منها باستخدام المرادفات والأضطات وارد في كل لغة لكن خاصة في العربية العربية كما تعلمون غنية جدا بالمرادفات والفهم قائم على ماذا؟ الفهم قائم على فهم الأضطات فلو تجعل جزء مثلا بعد هذه القصة التعليمية للمرادفات لشرح المرادفات والأضطات هنا أيضا اقتراح لا أدري هل لم أرى صراحة لم أشاهد ذلك في القصص والقصص قليلة يعني هناك قصص فعلا جميلة خاصة رحمه الله الأديب رأفة الباشا كان قد بسط قصص الصحابة والتابعين على هذا المنوال يمكن الأدباؤنا وكتابنا أن ينسجوا على منواله ولكن هناك اقتراح بسيط لا أدري إذا كان هناك محاولة من قبلها بعد شرح الكلمات أقترح أن يكون هناك شرح لوجوه البلاغة في القصة يعني القصة تكون فيها أبيات أو أمثال قصة أدبية تستهدف التعليم للناشئين ولكن فيها جزء لشرح الوجوه البلاغية كيف؟ مثلا نحن نعلم الطلاب بأن غفر ورحم أفعال ماضية ولكن نستخدمها عادة غفر الله رحمه الله بغاية الدعاء فمثلا يشار بشكل بسيط بأن هنا استخدم الخبر بمعنى الإنشاء أو شرح دون التوغل شرح بسيط دون التوغل في دقائق البلاغة دون التوغل فيها ملخص القول نحتاج إلى قصص مبسطة تعليمية أدبية تستهدف خاصة الناشئين تأليفا أو تبسيطا تأليفا أو تبسيطا وبحيث تحتوي على أشعار وأمثال وتكون ذات مستويات متدرجة وبعد القصة يكون هناك جزء لشرح الغريب بالمرادفات وبالأبضاد شرح الأبضاد والمرادفات ثم شرح وجوه الوجوه البلاغية في القصة صراحة لعلكم أثناء الدراسة الإنجليزية شاهدتم وقرأتم كثيرا وهذه تكون جاذبة وكما تعلمون في تركيا الاهتمام ينصب على تعليم القواعد بينما القصة والشعر النثر هو القسم التطبيقي للغة وهذا ما نحتاج إليه وهذا ما ينقصنا لعل هذا الاقتراح أرجو أن يجد صدا لدى الأدباء وأشكركم على استماعكم بارك الله فيكم الآن في ختام هذه الندوة الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة أشكر القائمين على المعرض والمنظمين والأستاذ الدكتور أحمد السعدي على وقوفه وإشرافه على هذه الندوة المهمة وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد سدد المتحدثون بما يعود بالنفع على السمعين والمشاهدين شكرا لحضراتكم على كرم الحضور وهذا فضل عظيم وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم مما فيه خير العربية والعرب والمسلمين جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى